طيب انت ذكرت بعلاقته مع الله والشيء الثاني بعلاقته مع الخليقة الخليقة نعم في علاقته مع الخليقة هو بكر كل خليقة كلوسي واحد نعم نفس الاية التي تفضلت حضرتك وآرتها 15 الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة وكلمة بكر بيستغلوها بعض برضو الناس الأردياء اللي بيضلوا يقولوا البكر وبل المخلوق أولا مع أنه طبعا هما بيستغلوا جهل الناس طبعا لأن الآية اللي بعدها فإنه فيه خلق الكل فيه خلق الكل به خلق الكل له خلق الكل فيه يقوم الكل نعم طبعا لكروا هاي الآيات عشان يصلوا لكن برضو فيه إلها شرح نعم وهذا اللي عاوزين نصله حضر كلمة البكر لما بتيجي في الكتاب قد تعني المولود أولا لكن السياق الكتابي كله لما بيحكي عن البكر بيحكي عن من له السيادة والتفوق فلما يقول المسيح بكر كل الخليقة أي من له السيادة والتفوق على كل الخليقة ويذكر الأربع أسباب اللي احنا قلناه فهو البكر أي له السيادة لأنه فيه خلق به خلق له خلق فيه يقوم الكل أربع نقاط كلمة البكر استخدمها الكتاب في سفر الخروج أصحاح أربعة عدد اثنين وعشرين موسى يقول فرعون الله بيقولك إسرائيل ابن البكر طب يعني إبن البكر يعني الله خلق إسرائيل أولا لا إسرائيل ده ده الأمة التي أسستها أيام ابناء عقوب فلو كان معنى كلمة البكر بمعنى المخلوق أولا كان يبقى إسرائيل هنا هو آدم كان هو المخلوق أولا نعم ده رقم واحد تمام فإسرائيل ابن البكر أي إسرائيل هو الأمة التي لها السيادة التي لها السيادة ده المعنى أو في مزمور 89 ليجي يتكلم عن السليمان أجعله بكرا أعلى من ملوك الأرض يتكلم عن سليمان طبعا في إشارة للمسيح أيها طبعا تفضل حضرتك لا التسلط يعني بيتكلم عن السلطان والسيادة أي له السيادة والتفوق أعلى من ملوك الأرض وفعلا سليمان كان مذهل في هذا الأمر أنا أعتقد أكيد في كل التاريخ مفيش ملك له عظمة سليمان مفيش ملك له هذا الغنى والعظمة التي له سليمان فهو صار صاحب المكان الأولى في وسط ملوك الأرض والرب يسوع قال وهو أعظم من سليمان ها هنا نعم نعم ليه كل المجد وبالتالي كلمة البكر معناها من له السيادة من له السيادة والأولوية والتسلط فعشان كده يتقال عن المسيح أنه بكر كل خليقة أي له السيادة على كل الخلائق وهنقول الأسباب أو يقول عنه بكرا بين إخوة كثيرين يعني الله أحبنا وأحب كل المشاهدين عزيز المشاهد الله يحبك ويرود رجوعك وتوبتك وخلاص نفسك ليه؟ وعيننا للتبني ليكون هو أي المسيح بكرا بين إخوة كثيرين وهو اللي قال أخبر باسمك بين إخوتي إخوتي يعني خلاص صاري يسمينا أحباء وإخوة نعم لأنه هو الأبن الوحيد الحبيب الأزلي بنوة روحية إحنا أبناء بالتبني نعم فصار هو له السيادة بيننا له المكانة بيننا رقم ثلاثة بكر من الأموات نعم من بين كل الذين مقامين من الأموات هو قام له السيادة لأنه هو الوحيد اللي أقام نفسه نعم بقية الأموات لابد أن الله يقيمهم لا وماتوا ويمكن بمعز قاموا بس رجعوا ماتوا نعم وكلهم رجعوا ماتوا وهو لما مات لا يستطيع الموت أن يخطفوا مسلمة يخطفنا هو قال كده ليسلطان أنا أضعها وليسلطان أنا أخذها فعشان كده هو بكر بكر كل خليقة اللي بيركز عليها في كلوسي لهدم الغنوسية رقم واحد فإنه فيه خلق الكل نعم فيه خلق الكل في آية 16 في كلوس الصحاح الأول نعم أي أن المشروع بتاع الخليقة تكون في داخله يعني أعمل كم مجرة وكل مجرة أعملها كم كوكب وكل كوكب يكون وزنه كام وكم الجاذبية بين الكواكب وقوانين الفيزيكس المرعبة اللي ما يستطيع لو كل علامة الأرض اجتمعوا معنا عشان يحاول يكتشفوا واحد علامية منها ما يقدروش إلى الآن ولما أخلق الأرض المسافة بينها وبين القمر والشمس كام عشان المد والجزر ودرجة حرط الشمس وكمية القنابل الهيدروجينية التي تنفجر في بطن الشمس اللي كيته كاف والنباتات لما تطلع أنواحها إيه والحشرات لما تطلع أنواحها إيه والإنسان لما أعمله وإيه دوره كل المشروع فيه خلق الكل فكيف يكون هو أقل من الله كلام شيطاني طبعا كلام شيطاني لأن من غير الله يستطيع أن يستوعب كل هذا العلم الغير محدود اللي علماءنا إلى الآن مرة واحد بيحكيني بيقولي أسيس هل تعتقد أن العلمي هتقدم كنت بحكي عن القيامة قال لي هل تعتقد أن العلمي هتقدم للدرجة أنهم هيكتشفوا إزاي يقيموا الأجساد مرة أخرى قلت له والعلم لحد الوقت مش فاهم إزاي كان عندي روح ولا ما عنديش روح وإزاي روحي ملتصقة في الجسد ومش فاهم حاجة لحد الوقت